موسيقى استعدادا لطرد داعش الجيش العراقي عزيز قواته على مشارف مدينة عانا في الأنبار موسيقى بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي داعش غضب الفرات تسيطر على حي الثكنة وسط الرقة موسيقى والأمم المتحدة تحذر أكثر من ثلاثة أربعة الأطفال المهاجرين يتعرضون للاعتذاء موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات الشأن العراقي إذ عزز الجيش العراقي قواته على مشارف مدينة عانا مدعوما بقوة من التحالف الدولي في طار استعداداته لتحرير المدينة التي احتلها داعش قبل نحو ثلاثة عوام إلى ذلك كشفت مصادر أمنية عن قيام تنظيم داعش بفرض حضر للتجوال في ذات المدينة بعد هروب مسؤول التنظيم المالي المدعو الصبار الطبوشي إلى جهة مجهولة قتل 42 فردا من تنظيم داعش بينهم 11 انتحاريا أثناء تطهير المناطق المحيطة بناحية العياضية قرب قضاء تلعفر هذا وعلن الجيش قتل ما يسمى بمدير مكتب والد تلعفر المدعو محمد مهدي فرحان عاد المصليون مجددا إلى تنقل بحرية بين أوصال مدينتهم التي سعى داعش إلى تقطيعها على مدى فترة احتلاله للموصل جسور جديدة تطفو على نهر الدجلة لتكون حلولا مؤقتة إلى حين الانتهاء من إعمار البنى التحتية التي فجرها التنظيم مفد أخبار الآن حسام الأحبابي زار هذه الجسور وعد التقرير التالي لا تتوقف العجلة التي تقودها القوات العراقية عند حدود العمليات العسكرية بل تعدتها إلى مراحل حيوية لما بعد تحرير المدن من احتلال داعش لا سيما في الموصل التي تقطعت أوصالها بسبب تفجيرات طال التنظيم من خلالها جسور المدينة الرابطة بين جانبيها الأيمن والأيسر وكان يستهدف عرقلة التقدم العسكرية صوب مواقعه حتى جاءت جيشه لينشئ جسورا جديدة تعيد ربط غفتي الموصل هذا جسر مهم جدا لأهل الموصل هذا بديل إلى جسر الحرية إلى أن يتم إكمال وتصليح جسر الحرية هذا مؤدي إلى مركز الموصل إلى الموصل القديمة وإلى بناية المحافظة سيكون هناك سهولة التنقل وإنسيابية كبيرة للتنقل للآليات والأشخاص جسر مؤقت جديد أقامته وزارة الدفاع العراقية على نهر دجلة يربط جانبي الموصل من جهة مدينتها القديمة بحي البعث ويقع بين أهم جسرين فجرهما داعش وهما جسر الحرية والجسر العتيق كما يسميه الموصليون أقف هنا على جسر التحرير هذا الشريان الجديد الذي يربط أوصال مدينة الموصل من جانبيها الأيمن والأيسر في الجانب الأيسر يقع حي البعث وفي الجانب الأيمن الواقع خلفي هي منطقة الكورنيش المحاذية للمدينة القديمة هذه المنطقة التي شهدت أشرس المعارك أما هذا الجسر الجديد أشريان الجديد الذي يربط أوصال مدينة الموصل وهو بديل عن الجسر القديم أو العتيق كما يسميه الموصليون أيضا هو بديل عن الجسر الخامس أو الجسر الحرية الذي كان يربط جانبي مدينة الموصل لا توصف فرحة الموصلين بمعانقة مدينتهم من جديد لنهر دجلة فضلا عن بهجتهم بعودة الروح إليها عبر التواصل بين الأحبة والأقارب إذ باتوا قادرين أكثر من أي وقت مضى على مواصلة محبيهم والسؤال عنهم بعد طول انقطاع فرضه داعش على حياتهم والله كثير مرسلها علينا يعني تلنا الروح من غير جسر يعني وين وين على المانا الصال من جسر من نيرا تلنا الروح فهذا يعني هنا الحمد لله يعني العبور صار حل سهل علينا ورحم الله والديكم العبور من خلال هذا الجسر الجديد وانضج بالزحام المروري لكن هذا المنظر غاب لسنوات عجاف عن حياة الموصليين التي ضيقها داعش بتلاعبه بمصائر السكان وتقييده حرية تحركهم وهو أمر جعل القوات العراقية تشدد إجراءاتها للتدقيق حفاظا على استقرار المديرة المتحررة منذ وقت قريب الأشخاص ماكو شخص يمر إذا ما يتم تدقيقه أمنيا عن طريق الحاسبات أيضا تفتيش العجلات بالكامل أيضا العجلات العسكرية كذلك وفق النمط خليها عبورها وخروجها وهذا مخصص لحط الأغراض فقط الأغراض المدنية والعبور أما بخصوص العجلات الحمل التي تفوق حملها أكثر لا جسر خدمي ما يتحمل مرور العجلات الكبيرة فقط العجلات الصغيرة داعش الذي احتل الموصل سنة 2014 أدرك منذ البداية أن أهل الموصل يرفضونه فسعى بكل إجراءاته القمعية إلى تقطيع أوصال المدينة ليس فقط بتدمير جسورها ومعالمها بل حتى في التأثير على روابط أبنائها وهو ما أقدم على ارتكابه خلال الساعات القليلة قبل إنهاء خلافته المزعومة من حيث بدأ في الشن السوري سيطرت قوات غضب الفرات على حي الثكنة في مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي داعش فيما تستمر المعارك على أشدها منذ أيام في أحياء المرور والأمين والمنصور وأكملت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على أحياء الرقة القديمة التي تعد أهم معقل للتنظيم داخل المدينة وانتقلت المعارك إلى وسط المدينة أنهت فصائل سورية معارضة عملية نقل جميع النازحين من مخيم الحدلات إلى مخيم الركبان قرب الحدود مع الأردن بشكل كامل عقب اقتراب قوات النظام وميليشياته منه ووصل عدد لاجئي مخيم الحدلات قبل موجات النزوح الأخيرة إلى عشرة ألاف لاجئ وتناقصت أعدادهم في شهر أب أغسطس الماضي حيث وصلت إلى ستة آلاف لاجئ مع كل قذيفة تسقط على منازل السوريين وعقب كل ضربة جوية تنفذها طائرات قوات النظام وحلفائه هناك قصة نزوح لأسرة أو تشرد إن لم تكن حكاية تبدأ بموت أحد الأفراد وقد لا تنتهي إلا بفاجعة أبو ظاحي هو أحد سكان مدينة درعا السورية أصيب بشلل النصفي وخسر خمسة من أبنائه خلال سنوات الثورة قصة أبو ظاحي في تقرير مراسلنا عبد الحي الأحمد على أريكته يجلس الحج الستيني أبو ظاحي مرغما وليس بإرادته فمنذ سنوات أصيب بشضايا قصف عشوائي استهدف مدينة درعا جنوبي البلاد حينها كان منزله قائما وأبنائه لا زالوا على قيد الحياة وانا يطار على الجامعة الوذان المغرب يوذن المغرب قلت لهم بنادي بدا روح أصلي لحقوني مثل وقالوا لي يصوابوا قالوا يصوابوا يلحقوني مثل الذياب وين هستعني زودهم يلحقوني راح وخمسة فقد أبو ظاحي خمسة من أبنائه في المعارك ضد قوات النظام من بينهم الناشط الإعلامي أيمن بجبوج الذي قضى برصاص مجهولين في درعا البلد لا تختزل آلام هذا الرجل بشلاله النصفي وثكله لفلذات كبده فقط فالمأساة تكمن في التفاصيل إنهم هؤلاء الأحفاد الذين باتوا يعيشون معه في منزل نصفه قد سوي بالأرض لتتحول حياة من تبقى من أبنائه إلى سباق مستمر خلف رغيف الخبز حاليا حالتي واكفة إن أقول لك أنا يا أبو الزيد أستعني لي بارك بتعطي رحمة الله ما قلت لك أستعنيتي أبو الولادة راح يدبرهم حق قبجات ما قلت لك أستعني جهوة كنت أستعني جهوة كنت أستعني جهوة كنت أستعني جهوة من أستعني جهوة قد تكون الحرب قد نالت من جسد أبي ضاحي فأقعدته وكلمت قلبه بأحبابه إلا أنه لم يخفي دعمه المستمر للثورة السورية فهو كما يقول لم يعد لديه شيء ليخسره الدور دمرت والشباب دمروها شو بعد دير جعل الحكم لا يام نكون تحت التراب يام نكون أخذنا النجاح الله نصرنا هذا اللي بطل وأني من الله تحت ركام هذه المباني تختبئ آلاف القصص المماثلة لسوريين قدم الغالية والنفيس لنيل حريتهم والعيش بكرامة بعيدا عن سياط الدكتاتورية عبد الحي الأحمد لأخبار الآن درعا لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنعودة بعد فاصلا قصير أحيكم من جديد جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور جرغاش إن الكرة في ملعب قطر للتعامل مع مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مشددا على تقدير الدول الأربع للوساطة الكويتية والدور الذي يلعبه أمير الكويت وضف جرغاش أن الدول الأربع قدمت أدلة واضحة على دعم قطر للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية ولن يجدي إنكار قطر أو تهربها من تحمل المسؤولية حاول فيلق القدس الالتفاف على الرقابة الدولية للملاحة بهدف إيصال الحمولة المحضورة التي تحتوي أسلحة إلى حلفائه الحوثيين في اليمن فأنشأ شركات نقل ظاهرها هدفها تجاري وباطنها شركات نقل للأسلحة فريق عداد فيلم الحمولة المحضورة طريق الحرس الثوري إلى إيران لجأ إلى خبراء في الشأن البحري ليشرح أساليب آلية عمل شركات الشحن وكيف يمكن أن تستغلها جهات سيئة أنية لتمرير حملتها يستخدم الحرس الثوري الإيراني طرقا كثيرة لإيصال الأسلحة إلى حلفائه في اليمن ولعل البحر هو الطريق الأكثر أمانا لإرسال الحمولة المحضورة إلى الحوثيين ومن أجل ذلك أنشأ فيلق القدس مجموعة من شركات الشحن التي يقارب عددها المئتي شركة إلى جانب بعض الشركات الأجنبية التي استغلها لنقل الأسلحة وغالبا دون علم أصحاب السفن وطواقمها وفي الواقع تعمل السفن التجارية من هذا القبيل كذراع استعانة بمصادر خارجية لقوات البحرية الإيرانية إما عن طريق البحر وطريق البحر تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما عن طريق القواصات وهما يملكون قواصات تطفو على السطح أو تنزل السطح بزوارق زودياك ويتم تهريب سلاح وتسليم الحمولة أو أن يتم إلقاء صناديق الحمولة في موقع جغرافي بحري على الساحل ومحدد ويتم إرسال الإحداثيات إلى الشخص المستلم أو أن يكون بسفن بحيث يتم تزوير منافست الشحنة والسفن هذه تابعة ومسجلة لشركات إيرانية وهي في الواقع مملوكة للحرس الثوري وتملأ بالأسلحة طبعا هنا يجب التأكد أن الحرس الثوري يقوم بغالب الأحيان باستغلال سفن تجارية تتبع لشركات غير قانونية ما دفعنا نحن فريق إعداد فيلم الحمولة المحضورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن لاستبيان آلية العمل البحري من خلال توجيه مجموعة أسئلة تقنية لخبراء في هذا المجال حسنا أظن أن كل بحر يتم رصدها لكن عملية تهريب الأسلحة لا يتم تهريبه عن طرق البواخر والشركات المحترمة يتم تهريبه عبر طرق أخرى طرق غير شرعية عبر سفن خشبية عبر سفن غير مأمنة غير قانونية في تدخل المواني فيتم تهريبه بالذات عندنا نحن باليمن لا يتم ينزاله في المواني لا يتم ينزال السلاحة في المواني يتم ينزاله في السواحل تعرفنا نحن نحن تكون بساحة كبيرة أكثر من 2000 كيلو ساحل كبير فيتم شحن السلاح بواسطة سفن خشبية أو فيبرجلاص يتم شحنه وتم ينزاله في الساحل ولا يتم ينزاله عبر المواني لكن بالحقيقة هناك آلية لعمل شركات الشحن حاول الحرس الثوري الالتفاف عليها لإصال شحنات الأسلحة إلى الحثين مخاطر لتلاقيه الشحن البحري عند رسول السفينة في ميناء تاليك هي تحصل أحيانا تختراقات من بعض الأسف من بعض التقار أو الوسطة بحيث أنه يحصل شحن بضاعة أفراء مع البضاعة هذه بغير البضاعة مثلها رسميا لكن في التفتيش البحري قبل دخولها الميناء المعين في التفتيش في رصيف الميناء نحاول أن نحضل من هذه المشكلة هي بحصة الآن بالخالص الحمد لله لكن هناك رقابة ونحن نذهب على الموضوع معلومات أكثر عن طرق استغلال الحرس الثوري للسفن التجارية في تهريب الأسلحة وكيفية إصالها إلى الحوثيين في اليمن سنستعرضها قريبا على تلفزيون الآن في فيلم الحمول المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن عد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على النظام في كوريا الشمالية بمثابة خطوة صغيرة جدا مؤكدا أن هذه العقوبات ليس شيئا مقارنة بما يجب أن يحدث في النهاية في سياق المتصل قال دبلوماسي من كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تسير على طريق المواجهة العسكرية مع كوريا الشمالية موضحا أن العقوبات الجديدة التي صاغتها الولايات المتحدة وأقرها مجلس الأمن الدولي لن تنهي الأزمة النووية كشف تقرير لمنظمة اليونسيف والهجرة الدولية أن أكثر من مائة ألف مهاجر عابرين المتوسط وصلوا إلى أوروبا منذ مطلع العام الجاري وكدت تقرير أن المهاجرين عبر البحر المتوسط يتعرضون للاعتداء والإذلال بل يصل الأمر إلى حد الاتجار بهم التفاصيل في التقرير التالي إنها مآسي وأزمات البحر الأبيض المتوسط الذي تحول في السنوات الأخيرة كطريق أكثر خطورة من بين الطرق البحرية الرئيسة الأربع التي يستخدمها اللاجئون والمهاجرون في العالم إذ كشفت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال والشبان الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يتعرضون للاعتداء والإذلال بل يصل الأمر حد الاتجار بهم حيث تتعدد أشكال الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال رحلتهم حيث لا يقتصر الأمر على العنف بل قد يكونون هدفاً للاعتداءات الجنسية وأوضحت اليونسيف بهذا الخصوص أن ما يقرب من نصف النساء والأطفال الذين تمت مقابلتهم تعرضوا للاعتداء الجنسي في كثير من الأحيان عدة مرات وفي مواقع متعددة من مسار رحلتهم وقالت منظمة اليونسيف ومنظمة الهجرة الدولية في تقرير مشترك إن المهاجرين الأطفال والشبان القادمين من دول جنوب السحراء في أفريقيا معرضون بشكل خاص للإساءات على الأرجح بسبب التمييز العنصري واستندت المنظمتان في تقريرهما إلى شهادات 22 ألف مهاجراً ولاجئ من بينهم 11 ألف طفل وشاب وتضاف هذه المعاناة إلى المخاطر الأخرى التي تلحق بالمهاجرين أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر مثل الموت غرقاً في مياه المتوسط ومع تزايد الانتهاكات بحق المهاجرين دعت المنظمتان كل الجهات والدول التي ينطلق منها المهاجرون ودول العبور والوصول إلى ابتخاذ إجراءات محددة من أجل حماية هؤلاء المهاجرين بشكل خاص كما طالبتا بإقامة طرق آمنة ومنتظمة للأطفال وإيجاد بدائل لتوقيف الأطفال المهاجرين ومحاربة معادات الأجانب والتمييز العنصري بحق كل المهاجرين واللاجئين أعلن رئيس وكالة إدارة الأحوال الطارئة الأمريكية أن العسار إيرما دمر ربع المنازل في جزر فلوريدا كيدز حين ضرب الولايات المتحدة وكان من الفئة الرابعة وسمحت سلطات ولاية فلوريدا لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم وعدت فتح عدد من المطارات بعد أن اشتاحت الرياح والأمواج العاتية للإعصار إيرما أرجاء الولاية ما دفع ستة ملايين ونصف المليون شخص إلى إخلاء منازلهم نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير التدخين يؤدي إلى تغييرات في خلايا الرئة تجعلها عرضة للسرطان أحييكم من جديد مشاهدين كرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجعلنا القصير بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الخليج التي نقرأ منها مرض طيارين يلغي مئة رحلة تغيب عشرات طيارين في وقت واحد لأسباب قالوا إنها صحية عن شركة ألمانية للطيران وهو ما اضطرها لإلغاء مئة رحلة من صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين اخترنا لكم مطعم أسرالي ينتصر للسيدات ويفرض 18% زيادة على أسعار طلبات الرجل في سابقة تعد الأولى من نوعها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة قام أحد المطاعم الأسترالية في مدينة مالبورن بفرض زيادة على أسعار طلبات الرجل بنسبة 18% عن مثيلتها التي تطلبها المرأة ونطالع من صحيفة الغد الأردنية الروبوت سيحل محل المعلم خلال عشر سنوات مقبلة كشفت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية في تقرير لها أن الروبوتات من المتوقع أن تحل محل المعلمين والمعلمات في المدارس خلال العشر سنوات المقبلة ومشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم وقعوا في فوهة بركانية حرارتها ألف درجة مئوية لقي صبي في الحدية عشر من العمر ووالداه مصرعهم بعد الوقوع في فوهة بركانية في إيطاليا تصل درجة الحرارة فيها إلى ألف درجة مئوية وختام مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية منح مصور بريطاني حقوق صورة سيلفي القرد أنهت معركة قضائية مستمرة منذ سنتين بين مصور بريطاني وقرد اندونيسي التقط صورة ذاتية سيلفي لنفسه بمنح المصور هذه الحقوق مع ترك حصة من الأرباح المتأتية من هذه الصورة الشهيرة لجمعيات تهتم بالقرد نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفي الصحة نقرأ يؤدي التدخين بانتظام على مدى سنوات إلى تغييرات في الخلايا الرئوية تجعلها أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بحسب دراسة نشرت نتائجها في مجلة أمريكية وعرض الباحثون في إطار هذه التجربة خلايا من رئات بشرية يومياً لنوع سائل من التبغ لمدة 15 يوماً ما يوازي نسبة التبغة التي يستهلكها شخص طوال 20 إلى 30 سنة يدخن بين علبة سجائر واحدة وعلبتين في اليوم وبعد عشرة أيام تقريباً لحظوا تغييرات جينية في الخلايا التي أصبحت أكثر عرضة للسرطان بعد 15 شهراً فقط كشفت دراسة أمريكية حديثة أن النساء التي يمارسن بشكل منتظم الحد الأدنى من الرياضة الموصى به من أجل قلب سليم ينخفض لديهن خطر الإصابة بجلدة دموية مقارنة بالأخريات التي تتغير عادتهن الرياضية مع مرور الوقت وتوصي جمعية القلب الأمريكية البالغين بممارسة الرياضة متوسطة الحدة لما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً في أخبارنا الرياضية ومع انطلاق منافسات الموسم الجاري من دور أفطال أوروبا يبدأ أيضاً سباق وصراع الأندية للفوز بالجوائز المالية الكبيرة لهذه البطولة القارية الكبرى التي تصل إلى عدة ملايين من الدولارات قام بتخصيصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا وفيما يلي نلقي الضوء على الجوائز التي سيحصل عليها كل فريق بحسب الدور الذي سيصل إليه نتابع مع بداية كل موسم تتساءل جمع الجماهير المتابعة لدور أفطال أوروبا عن قيمة جوائز المالية التي ستحصل عليها الفرق المشاركة في المصابقة والتي باتت تختلف ما بين الموسم والآخر باختلاف مداخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ضريق الصفقات التجارية اليويفا كعدتها شفافة بخصوص هذا الأمر وكشفت عن كل تفاصيل عائداتها المالية والجوائز التي ستمنحها للفرق المشاركة في المصابقة وفي هذا الصدد أعلن الاتحاد الأوروبي عن ارتفاع قيمة مداخله من الصفقات التجارية خلال موسم 2017-2018 إلى مليارين فاصل 350 مليون يورو وهي قيمة تشمل بطولات دور أفطال أوروبا الدور الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي تلك القيمة سيتم التوزيع مليار و700 مليون يورو منها على الأندية المشاركة في تلك المصابقات فضلا عن استخدام 12% من المبلغ الإجمالي في الأمور التسيرية والإدارية للبطولة أما 8.5% من ذلك المبلغ فسيذهب كمبلغ تضامني سيمنح لبعض الأندية التي لم تشارك في البطولة رغم فوزها بالبطولة المحلية في بلادها كل الأندية المشاركة في دور مجموعات دور أفطال أوروبا ستحصل على مبلغ مبدئي قيمته 12 مليون يورو فاصل 700 ألف يورو لكل ناد وهو مبلغ قد يرتفع وفق النتائج أما الفرق المشاركة في ثمن النهائي فستحصل على 6 ملايين يورو إضافية ثم 6 ملايين يورو ونصف المليون إضافية في حال التأهل لربع نهائي و7 ملايين يورو ونصف المليون إبان الوصول لنصف نهائي فيما سيحصل الفائز باللقب على 15 مليون يورو ونصف المليون والوصيف على 11 مليون يورو إضافية أيضا في الرياضة قاد الأرجنتيني ليونال ميسي فريقه برشلونة الإسباني لفوز ثاري كبير على يوفندوس الإيطالي وصيف البطل بثلاثة أهداف مقابلة لا شيء على ملعب كامبنو في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دور أفطال أوروبا بعيدا عن الرياضة بنى شخص بريطاني وأصدقائه نموذجا ضخما يحاكم مركبة 80-80 القتالية في حرب النجوم وبلغ ارتفاع نموذج 6 أمتار واستغرق بنائه 30 يوما وبنيت المركبة بمناسبة مهرجان الفزاعات في إنجلترا في تجربة هي الأولى من نوعها تجول نحو 30 قطا بحرية تامة في قطار ركاب ياباني برعاية الشركة المشغلة للقطار وإحدى المنظمات غير الحكومية بهدف زيادة الوعي بمشكلة إعدام القطاط الظالة وانطلق القطار ليوم واحد فقط إلا أن الإقبال الكبير على الحدث في هذا القطار يثير توقعات بأي تم تكرار الفكرة في المستقبل في اليابان أيضا جابت أكثر من 500 من الماشية حلبت أولمبياد وانيو في شمال اليابان للفوز بلقب أطيب اللحوم ذاقا وخلال المسابقة التي أقيمت على مدى 6 أيام منحت جمهور الذواق جوائزا لمربي الماشية الذين كانوا يتنافسون على ألقاب مثل الماشية صاحبة أفضل لحم وأفضل ثور والبقرة الأكثر خصوبة وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من عنوين استعدادا لطرد داعش الجيش العراقي يعزز قواته على مشارف مدينة عانا في الأنبار بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي داعش غضب الفرات تسيطر على حي الثكنة وسط الرقة والأمم المتحدة تحذر أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال المهاجرين يتعرضون للاعتداء بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع اشتركوا في القناة